اليوم سأقترح لكم حرشة بزعلوك وقطاع الفرماج مربع كريمي سنحتاجون في المقادير سنحتاج الجوج للقطاع الفرماج مربع كريمي 250 جرام سميدة رقيقة 1.5 خمارة حلوة 5 جرام ملحة 100 جرام زبدة 125 مليلتر الحليب معلقة صغيرة السكر سانيدة معلقة صغيرة زعتر ستجدون في المقادير الحرشة سنحتاجون جوج للقطاع الفرماج مربع كريمي 250 جرام سميدة رقيقة 1.5 خمارة حلوة 5 جرام ملحة 100 جرام زبدة 125 مليلتر الحليب معلقة صغيرة السكر سانيدة معلقة صغيرة الزعتر كذلك مقادير زعلوك سيأتي من فوق الحرشة 5 حبت جميع الميتشه 50 جرام ملحة كورسات جميعها 3 كبيرة occurring 3 معايق 4 صغيرة 4 كبيرة 5 كبيرة 5 كبيرة 3 قضر 3 صغيرة 5 مقادير 1 صغيرة 1 أغرanch 1 الهك exists 1 من gosta 1 صغير تبات الفجل مع جوج القطاع الفرماج مربع كريمي مع خمسة دلمعه الكبار زيت زيتون وشوي دلملح والي بزار فاوخات شوفوا المراحل ولكن طريقة سهلة ديل هاد الحرشة بزعلوك والتزيين ديلها كي يجي مميز فبالنسبة للطريقة غادي نخلطو جميع المقادر ديل الحرشة على حسب الترتيب اللي اعطينا يعني الحرشة غادي نخلطو جوج القطاع الفرماج مربع مع ميتين وخمسين جرام تسمية درقيقة مع نسخ مارد الحلوة مع خمسة جرام ديل الملح مع ميتة جرام نخلطو هاد المقادر كلها مزيان وكان عجنو مزيان هديك الحرشة ثم نبسطوها يعني في المقلال اللي كتدخل الفران نرشوها بالزبدة دائما ندهنو بالزبدة نرشو بسميدة هي رقيقة الغليدة ثم نبسطو هاد العجين ديل الحرشة كتكون رقيقة وكان طيبوها في الفران على درجة الحرار ميتين وابعين تقريبا تمانية عشر ديل تقيقة لحسب الفران من بعد وكان مليك الطيب هاد الحرشة كنقطعوها ما زال سخونة كنقطعوها على شكل المستطيلات يعني الطول ديال كل مستطيل تقريبا عشر سنتيم والعرض ربعة سنتيم تقريبا يعني كنقطعو الحرشة على شكل المستطيلات كنحتفظو بهم على جانب وكمشو نوجدو الزعلوك من نسبة الزعلوك غادي ناخدو ديك البصلة مشل درقيق واحدة غادي نشحروها في المقلال لما كتلسق شوية ديل زيت زيتون غادي نحمرو مزيان ديك البصلة ثم كنضيفو شوية ديل الزعتر وكنضيفو متشا دوك تقريبا قلنا خمسات الحبات ديل الماتشا محكوكين في الحكاكة ومحيدي اللي هم يعني ديك الزرعات ديالهم ونحكوهو غاين الحبات ديل الماتشا 5ة كنحكوهم وكنضيفوهم على ديك البصلة اللي شحرنا فيها مع الزيت البلدية وكنخليو كل شي كايتب تقريبا واحدة ربعة ساعة حتى قطبونا ديك متشا ومن بعد خارج النار كانت فعلو العفية على ديك البصلة وماتشا والزيت البلدية وخارج العفية كانضيفو جوج مع القبر ديل المعدنوس مع ج ثم نضيفه طريف من الحامض مصير مقرد حتى هو رقيق يعني غير اللوب دياله بلا قشرة غير اللوب دياله بلا من دير القشرة حتى نقطع الطريفات صغيرين و نضيفه ديك الجوج مع القبر ديال المطارد نخلطه مزيان هاد المقادير نحصل على واحد الزعلوك يعني بديال ماتيشة مخلط بهاد المقادير كلها منسبة لطريقة ديال التقديم نخطو هادوك الحرشات اللي قطعنا على شكل المستطيلات و فوق كل مستطيل ديال스�ct نقوم باناتيشة يلادي ور trays كيف ممكن اخذو الجيب الحلواني لي فيدك سنينات على شكل وريده و فوق كل حرشة مستطيل كيف نقوم باناتيشة مستطيل richard dopo عبر مكادير كاتب هذا الزعلوك في الجيب الحلواني على شكل وريده هكى على شكل خطوط طويلة 1 فوق من هديك الحرشة كيف ممكن هاد الزعلوك دي الماطيشة كيف ممكن ناخدو الجيب الحلواني اللي فيدوك سنينات على شكل وريضة وفوق كل حرشة مستطيل بحال كيف كنديرو في الميل في كامدون خرجو هاد الزعلوك في الجيب الحلواني على شكل وريضة هكا على شكل خطوط طويلة خط حدا خط فوق من هديك الحرشة حتى كنكمله وبنسبة لتزيين فوق هاد الزعلوك اللي درنا فوق الحرشة كنزينو بطريفات دي الفرماج مربع مقطع هكا مربع كنزينو بالشبت كنزينو بالحبق كنزينو بالقطاع دي الفجل هكا على شكل دوائر كنضيفو كدلك شوية دي الجرجير هكا دوك الوريقات دي الجرجير فكتجينا بحشكل شي جريضة وكيجي واحد المنظر ديالها مختلف على أنواع ديال الحرشة نتمنى تجربو هاد الاقتراح ونصيحة مهمة هو انو نقطعو الحرشة وهي مازالة سخونة يعني مجرد ما نخرجوها من الفران يعني نقطعوها على شكل مستطيلات باش ما تكسرش لنا اولا باش ما تفرتش لنا وبسحور